موسيقى قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلنطي ينسي ستولدنبرغ إن أعضاء الحلف سيكثفون مساعداتهم لأوكرانيا في الوقت الذي يستخدم فيه الرئيس الروسي بلاديمير بوتين الشتاء سلاحا في الحرب لأن قواته تفشل في ساحة المعركة وأشار ستولدنبرغ قبيل اجتماعي وزراء خريات الحلف في بوخارست إلى أن واشنطن قدمت مولدات كهربائية وقطع غيار مضيفا أن الاجتماع سيكون منتدى لزيادة المساعدات الغربية لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ خريف 21 العام الماضي نعرف أن روسيا تنوي غزو أوكرانيا بشكل كامل هذا كان لدينا واضحا لم يفاجئنا تحرك الروسي بل قبل التحرك الروسي زدنا وجودنا في المنطقة ورأينا القوات الناتو والفرنسية تزيد وجودها في المنطقة وعندما بدأ الغزو منذ صبيحة ذلك اليوم قررنا بالتحرك الدفاعي وزيادة وجودنا لم نكن غير مستعدين أبدا منذ 2014 حتى 2022 لم نفاجأ بل تصرفنا خلال تلك الفترة لزيادة وجودنا واستعدادنا وجاهزيتنا وكثير من الحلفاء فرنسا كانت بزياء كانت هي القائد في قوات التي تحركت لتكون جاهزة ترجمة نانسي قنقر قال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين قال أن دول الناتو متحدة في مواجهة الحرب التي شنها بوتين على أوكرانيا واصفا العقوبات المفروضة على روسيا بأنها غير مسبوقة وقد أضاف وزير الخارجي الأمريكي على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست أن حلف الناتو يعمل على التصدي لاستهداف بوتين للبنية التحتية للطاقة داخل أوكرانيا يدا بياد مع عشرات من الحلفاء من حول العالم ونحن نعمل أيضا على تنسيق الجهود ونعمل بكل عازم لدعم أوكرانيا في وجه العدوان الروسي ونحن أيضا نسمر بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا ونحن نعمل على محاولة ممارسة الدغوة على الاقتصاد الروسي من خلال فرض العقوبات قد قدمنا دعما عسكريا ودعم في قطاعات التقى وغيرها لأوكرانيا وذلك لتوفير الكهرباء والمياه النظيفة ومياه الشرب للأوكرانيين ومن جانبه أكد وزير خارجية رومانيا ضرورة استمرار دعم أوكرانيا كما أشار الأهمية تعاون الناتو خلال الفترة المقبلة في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ونحن سندعم أوكرانيا لطالما امتد الأمر سنواصل هذه الجهود ولأننا نعتقد أن دعم أوكرانيا يعني دعم أمن رومانيا والشعب الروماني والاتحاد الأوروبي ومنطقة الأطلنطي فالحرب على أوكرانيا التي أطلقتها روسيا ليست حول أوكرانيا أو ضد أوكرانيا وليست هجوم ضد أمن دولة المجاورة بل هو ضد أمن المنطقة وأمن أوروبا وهذه محاولة تغيير الحدود التصميم الأمني لهذه المنطقات يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي اليوم وغدا في العاصمة الرومانية لمناقشة مواضيع الشتى أبرزها دعم الحلف لأوكرانيا في التصدي للعملية العسكرية الروسية والتي بدأت في فبراير الماضي يأتي هذا الاجتماع بعد أن طلب الرئيس الأوكراني من مواطنيه لاستعداد لإسبوع آخر من البرد والظلام بسبب الهجمات الروسية على البنية التحتية على مدى يومين تأتي اجتماعات وزراء خارجية حلف شمال الأطلنطية اجتماعات يتصدرها بحث الأزمة الأوكرانية والسبول زيادة دعم حكومة كييف خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء وتعرض البنية التحتية الأوكرانية للتدمير بفعل الضربات الروسية وسيدعو الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرج أعضاء الحلف إلى التعهد بتقديم المزيد من المساعدات الشتوية لكييف وهي الدعوة التي تأتي استجابة لطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسيركز اجتماع وزراء خارجية الحلف في بوخارست على تكثيف المساعدات العسكرية لأوكرانيا مثل أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة حتى مع اعتراف دبلوماسيين بوجود مشكلات تتعلق بالإمداد وطاقة الإنتاجية وتم تسليم جزء من هذه المساعدات غير الفتاكة والتي تشمل سلعا مثل الوقود والإمدادات الطبية ومعدات مواجهة الشتاء من خلال حزمة مساعدة من الحلف يمكن للأعضاء المساهمة فيها ويهدف ستولتنبرج إلى توسيعها وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي مواطنيه من هجمات روسية جديدة هذا الأسبوع قد تكون شديدة مثل هجمات الأسبوع الماضي التي كانت الأسوأ حتى الآن والتي تركت الملايين دون تدفئة أو ماء أو كهرباء وتقر روسيا باستهداف البنية التحتية الأوكرانية لكنها تنفي أن تكون نيتها إذاء المدنيين ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن فصل الشتاء سيكون صعبا بالنسبة لأوكرانيا الأمر الذي يقبر الحلف على تعزيز دعمه لكييف كي تتمكن من الصمود كما رتبت ألمانيا التي تتولى رئاسة مجموعة السبع اجتماعا لمجموعة الدول الغنية مع بعض الشركاء على هامش محادثات حلف الأطلنطي مع بحثها عن سبل لتسريع إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وسيناقش وزراء دول النيتو أيضا طلب أوكرانيا الانضمام إلى عضوية الحلف لكن من المرجح أن يؤكد فقط على سياسة الباب المفتوح للتحالف بينما لا تزال عضوية الحلف بعيدة المنال بالنسبة للدولة التي تمزقها الحرب هذا وقد أفاد مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن ستعلن اليوم عن مساعدة مالية كبيرة لكييف على هامش اجتماع حلف النيتو في بوخارست وتشير تقديرات إلى أن إدارة الرئيس بايدن خصصت مليارا ومئة مليون دولار لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا ومن جهاته قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كاربي قال إن واشنطن ستواصل دعمها لأوكرانيا من خلال تزويد القوات الأوكرانية بالأدوات والأسلحة والتدريب واشنطن ستواصل اتخاذ جملة من الإجراءات لمساعدة الأوكرانيين لتفادي الوحشية التي تستخدمها روسيا ضد الأهداف المدنية إن موسكو تستهدف تقريبا كل البنية التحتية المدنية من موارد للطاقة ومياه وكل ما يحتاجه الشعب الأوكراني أثناء استعداده لما سيكون بلا شك شتاء قارسا بعض المواد ستأتي بلا شك من الولايات المتحدة ولكننا ندرك أيضا أن شبكاتهم تعتمد على بنية تحتية أوروبية بشكل فريد ولهذا نؤكد مجددا أننا نعمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة أيضا لنرى ما يمكنهم تقديمه لإبقاء الطاقة القهربائية واستمرار جريان المياه قدمت بولندا أكثر من 700 طن من المعدات والمواد لمساعدة أوكرانيا على استعادة بنيتها التحتية للطاقة وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية أن المساعدات البولندية شملت معدات ومحولات ومولدات كهرباء وكبلات طاقة مشيرة إلى أن استعادة البنية التحتية في البلاد كان أحد الاهتمامات ذات الأولوية في التعاون بين البلدين كما تمت مناقشة التنصيق وتعزيز الجهود لمواجهة روسيا في مجال التكنولوجيا النووية طلبت منصقة الشؤون الإنسانية في أوكرانيا دينيس براون بضرورة استمرار التمويل لدعم أوكرانيا خلال فصل الشتاء وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة قالت دينيس براون قالت أن الدعم المالي الذي قدمه المانحون للاستجابة الإنسانية لأوكرانيا كان استثنائيا حيث تم تلقي 3.1 مليار دولار من النداء العاجل البالغ 4.3 مليار دولار في عام 2022 مشددة على أنه يجب استمرار التمويل للحفاظ على زخم الاستجابة واستمرار العمليات في جميع أنحاء أوكرانيا خلال أشهر الشتاء الباردة شدد رئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة دمج النظام القضائي في الأراضي التي ضمتها روسيا خلال وقت قصير كما أكد خلال كلمة له في مؤتمر القضاء على ضرورة أن يتمتع المواطنون بالحق في الحماية القضائية وأن تكون حقوق وحريات المواطنين في روسيا ثابتة تعلمون فإنه نتيجة للاستفتاء كان قد انضمت إلى روسيا جمهورية دانيسكا الشعبية ولوغانسك ومقاطعتي خرسون وهذا كان قد أضاف إلى العمل في هذه المجال القضائي في ضم هذه المقاطعات إلى روسيا والاتحاد روسي وهذا عمل هام وليس فقط المطلوب هنا لاختيار العاملين في النظام القضائي في هذه المناطق الجديدة ولضمان عمل هذا النظام ويجب التسريع في العمل لكي يحصل المواطنون الذين يعيشون في هذه المناطق على الحماية القضائية وأنا متأكد أنكم ستقومون بإنجاز هذه المهمة قال مجلس الأمن الروسي أن دول الغرب تكثف محاولات تدخل في الشؤون الداخلية الروسية وأضف مجلس الأمن الروسي أنه تم رصد محاولات من عدد من الدول الأجنبية لزعزعة الاستقراري الاجتماعي والسياسي في روسيا عن طريق تكثيف العنشطة غير القانونية للمنظمات القومية المتطرفة ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولات للجيش الأوكراني لتنفيذ هجمات على عدد من المحاور وأكدت الوزارة مقتل نحو 200 جندي أوكراني وتدمير منظومات صاروخية بأوكرانيا وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور إكرانكشيكوف قال إنه تم تدمير عشرة مراكز قيادة تابعة للجيش الأوكراني خلال أمس هذا وقد دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا اليوم للتحذير من غارات جوية هذا وتتوصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا للشهر التاسع على التوالي وعلى جانب آخر تدرس وزارة الدفاع الأمريكية اقتراحا لتزويد أوكرانيا بصواريخ يصل مداها إلى أكثر من 150 كم تطورات متلاحقة تشهدها الساحة الأوكرانية مع استمرار العمليات العسكرية الروسية للشهر التاسع على التوالي وزارة الدفاع الأمريكية كشفت عن مقترح من شركة باينغ لتزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة صغيرة يتم تثبيتها على صواريخ متوفرة بكثرة مما يسمح لكييف بتوجيه ضربات خلف الخطوط الروسية في الوقت الذي يبذل فيه الغرب جهودا حثيثة لتلبية الطلب على المزيد من الأسلحة وفي ظل استمرار المواجهات بين موسكو وكييف أعلنت أوكرانيا عن حاجتها لمزيد من أسلحة أكثر تطورا وذلك في الوقت الذي بدأت تتقلص فيه المخزونات العسكرية للولايات المتحدة والحلفاء والتي وصلت كييف في وقت سابق ورغم أن الولايات المتحدة رفضت طلبات لتوفير صواريخ يصل مداها إلى 300 كم فإن مدى القنابل الجديدة يبلغ 150 كم مما يتيح لأوكرانيا ضرب أهداف عسكرية حيوية كان من الصعب الوصول إليها فضلا عن مساعدتها في مواصلة هجماتها المضادة روسيا من جانبها حذرت من إرسال أسلحة بعيدة المدى قد تطال أراضي تعتبرها موسكو خطا أحمر مما يجعل الدول المساندة لكييف طرفا مباشرا في الأزمة موسيقى المترجم للقناة